أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس وعلاهم يتذكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين تبتدئ الآيات في درسنا هذه الليلة بالإجابة عن السؤال يسألونك وقد تقدم معنا في أكثر من آية هذا السؤال وقلنا إن هذا ضرب من ضروب تنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام فإن الوحي الذي كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما يبين الأحكام الشرعية المبتدأة التي لم يسبق سؤال عنها ولم تعرف وفيه ما يكون جوابا على سؤال كما تقدم وكما في درسنا في هذه الليلة فإن هذه الإجابات التي ترد من الشارع جل وعلا نوع من أنواع الوحي وهي تفيد فائدة كبيرة في الإجابة على ما يتساءل عنه الناس ثم بعد ذلك هذه الأسئلة تأتي تباعا بحسب حاجات الناس فإنها لم تنزل في وقت واحد وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى أنه ينزل هذا القرآن مفصلا مرتبا وينزله منجما يعني أقساما بحسب الحوادث والأحوال فلذلك الناس كانوا ينتفعون بهذه الأجوبة الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنها كانت تلامس حاجات نفوسهم التي يتساءلون عنها فيأتيهم الجواب ومن هذه الأسئلة ما ورد في هذه الآية معنا السؤال عن الخمر والميسر والخمر المقصود به شربه وتعاطيه وما يتعلق به وكذلك الميسر والخمر هو الشراب المسكر كل ما أدى إلى السكر مما يشرب وهو أنواع كثيرة كانت تعرف في ماضي الزمن واستجدت أنواع أخرى في زمننا هذا كل ما أدى إلى الإسكار وهو غياب العقل والطرابه فهذا أمر محرم داخل في النهي الشرعي ولكن الخمر له قصة في تحريمه الخمر وشربه كان عادة متأصلة في نفوس الناس خاصة في جزيرة العرب فإنه لم يكن يصنع في غالب الأحوال عندهم وإنما كانوا يستوردون من الشام ومن غيره وكانوا يعتبرون هذا من أنفس الأشياء يتباهون بشربه ويقدمونه لأضيافهم ويشربونه هم فيما بينهم فهو عادة متأصلة في نفوسهم يصعب اقتلاعها مع أن الواقع الذي يعيشه الناس يدل على قبح هذه العادة وشناعتها ولكن الناس لتعاطيهم لها وشيوعها بينهم ما كانوا يفكرون في هذا الأمر لأن المثل يقول كثرة المساس تذهب الإحساس شيء مألوف بينهم فلذلك الشريعة بينت منهجا حكيما في اقتلاع هذه العادة الذميمة اقتلاعها من النفوس ولا شك في قبحها وشناعتها لكن الشريعة ما جاءت لتجعل الناس يرتدون عن دينهم إنما جاءت لتقوي إيمانهم ولتثبتهم ولهذا جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول أول ما نزل من القرآن آيات فيها ذكر النار الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر قالوا لا ندعها ولو نزل أول ما نزل لا تدعو الزنا قالوا لا ندعو الزنا لكن الشريعة الحكيمة التي أنزلها رب العالمين الذي يعلم ما يصلح أحوال خلقه بيّنت لنا المنهج الحكيم في اقتلاع هذه العادة السيئة يسألونك عن الخمر والميسر الآية هذه فيها جواب عن المرحلة الثالثة من مراحل تحريم الخمر وقد سبقها مرحلتان المرحلة الأولى ما جاء في سورة النحل ما جاء في سورة النحل في قوله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناد تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً فقابل الله سبحانه وتعالى هنا بين أمرين بين السكر والرزق الحلال الرزق الحسن وهذا فيه ما يدعو العقلاء إلى التأمل والتفكر إذا كان السكر ليس من الرزق الحلال لأنه لو كان من الرزق الحلال دخل معه لكن الله سبحانه وتعالى أضافه إليه قال سكراً ورزقاً حسناً والعادة أن العطف يكون بين شيئين مختلفين فلذلك لما نزل هذا أصبح أصحاب العقول الحكيمة والحلوم أصبحوا يتفكرون لماذا كان السكر ليس من الرزق الحلال فيه تعريض هذا تعريض ما فيه تحريم لكن فيه تعريضاً لأنه بيّن أن السكر ليس من الرزق الحلال وليس من الرزق الحسن ثم بعد ذلك جاء قوله تبارك وتعالى لأن الصحابة أيضاً بدأوا يتحرجون ثم بعد ذلك جاء قوله تبارك وتعالى في هذه الآية يسألونك هذه تمثل المرحلة الثانية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس في الخمر هذه إثم عظيم وفيها منافع للناس وهذا يعني أن المفسدة التي فيها أكبر من المصلحة ما هي هذه المفسدة المفسدة التي في الخمر هي إذهاب العقل إذهاب العقل الذي ميّز الله به الإنسان على سائر المخلوقات ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فالله كرمهم بالعقول ما جعلهم كالبهائم فإذا عمد الإنسان الذي كرمه الله بالعقل إلى ما يفسد هذا العقل كان في مرتبة الحيوانات في مرتبة الدواب والعياذ بالله ثم الله سبحانه وتعالى بيّن أن فيه منافع فيه منافع ما هي هذه المنافع التي في الخمر المنافع هي القيمة التي يحصل عليها الثمن الذي يحصل عليه من يصنع الخمر من يبيعه ونحو ذلك وربما من المنافع ما يجده شارب الخمر من اللذة والغياب عن الواقع هذه منفعة عند بعض الناس لكن الإثم الذي فيه الخمر أكبر من ذلك ما هو الإثم غير ذهاب العقل إثم عظيم لأنه يدعو إلى الفواحش ويسهل ارتكابها وقد جاء فيما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلاً ممن كان قبلنا من العباد عدا عليه بعض الظلمة وأجبروه على أن يفعل واحداً من أمور ثلاثة كان معه في ذا أمامه امرأة وطفل صغير وكأس من خمر فأجبروه على أن يفعل واحداً من هذه الثلاثة إما أن يزني بالمرأة وإما أن يشرب الخمر وإما أن يقتل الطفل فنظر في الأمور فوجد أن الزنا من الأمور الكبيرة التفت إلى المسألة الثانية وهي قتل الصغير فوجد أن هذا أيضاً لا يجوز ما ذنبه أن يقتله فنظر إلى كأس الخمر هذه وقال هذه أيسر الأشياء يشرب الخمر فشرب الكأس ولما شرب الخمر لعبت برأسه فقام فعدى على الصبي وقتله وزنى بالمرأة ولهذا يقول النبي عليه السلام اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث أم الخبائث يعني تجمع كل السيئات وكل الفواحش ولهذا جاء أيضاً في الحديث اجتنبوا الخمر لعن الله في الخمر في الحديث عشرة عشرة كلهم ملعونون بسبب صلتهم بالخمر بائعها وشاريها وعاصرها ومعتصرها يعني الذي يطلب صناعتها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها كل من إلى آخر الحديث كل هؤلاء ملعونون بسبب الخمر بسبب الخمر ولذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن يتعاطى الإنسان المسلم هذه الصنعة الخبيثة لا بيعاً ولا شراءاً ولا صناعةً ولا شرباً ولا تقديماً حتى التقديم لا يجوز له أن يقدمه هذه كلها في الخمر فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس ثم ازداد بعد ذلك تحرج الصحابة من شأن هذه الخمر وفيما يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله بيّن لنا في الخمر بياناً شافية ثم بعد ذلك جاء قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاراً حتى تعلموا ما تقولوا لأنهم كانوا يسكرون ما نزل التحريم بعد لكنهم كانوا يقومون كان بعضهم يقوم يصلي ولا يزال أثر الخمر في بدنه في عقله فقام أحدهم يصلي وقرأ تقدم للصلاة لجماعة فقرأ سورة الكافرون وقرأها على هذا النحر قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون هذا جرم لأن الآية فيها نفي لا أعبد ما تعبدون هو قرأها أعبد ما تعبدون بسبب تأثير الخمر عليه فنزل فجاء عمر وقال يا رسول الله بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزل قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهوا فالصحابة حينئذ بعد هذا التدرج قالوا انتهينا انتهينا لما نزل قوله تبارك وتعالى قالوا انتهينا انتهينا وقاموا وكسروا الآنية التي فيها الخمر وشقوا الرواية ما هي الرواية هذه القرب التي كانت فيها هذه المادة الخبيثة شقوها يقال انه حتى سالت أزقة المدينة بالخمر أتلفوها ما عادوا ينظرون إلى شيء من مصالحها ولا شيء من قربها نعم هذه هي الخمر ولا يماري أحد في قبحها وسوء عاقبتها ومضرتها على البدن وعلى المال في هذا الزمن ظهرت أبحاث كثيرة جدا تؤيد هذا المعنى وبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أيضا أمر الميسر سألونك عن الخمر والميسر الميسر ما هو هذا اللعب الذي يعتمد كما يقولون على الحظ وعلى المجهول أو ما يسمى في زمننا باليا نصيب اليا نصيب إنسان يرمي قطعة فإن جاءت على وجهها الذي فيه رقم معين يكون فائزا وإن جاءت على الوجه الذي ليس فيه شيء يكون خاصرا وهكذا هذا قد يلعب به بعض الناس ولكن هذا كان معروفا في الجاهلية يجري هذا اللعب هذا نوع من القمار يجري هذا اللعب بين أناس يتنافسون يتنافسون على ماذا في ظنهم أو فيما يزعمون أنهم يتنافسون في فعل الخير كيف يأتون فيتنافسون يأتي واحد مختص بالميسر ويضع هذه القطع التي يكتب عليها أشياء وبعضها ليس عليه كتابة ويضعها في كيس ثم يحركه عدة مرات ثم يقوم كل واحد يدخل يده ويأخذ قطعة فالذي تخرج له القطعة التي عليها كتابة لا يكلف بشيء لكنه عليها رقم مثلا رقم ثلاثة اثنان أو كذا هذا نصيبه لكن الذي يخسر من هو الذي يأخذ القطعة التي ليست عليها كتابة هذا هو الخاسر يتراهنون على ماذا على جزور ناقة كبيرة فتنحر هذه الناقة على حساب من على حساب هذا الخاسر تنحر لماذا قالوا يقسمونها على الفقراء يعني ما وجدوا طريق للبر والصلة وإطعام الفقراء إلا هذه العادة الخسيسة فيقسمون لحمها على الفقراء هذا قد يكون فيه منفع أن الفقير يطعم من هذا اللحم لكن هذه الطريقة فيها غش فيها ظلم فيها أيضا إثارة للعداوة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر لأن الخاسر هذا ينظر إلى هؤلاء الذين معه على أنهم هم الذين قادوه إلى هذه الخسارة وربما تبقى هذه الحزازة في نفسه فيحاول أن ينفس عنها بأسلوب أو بآخر فيما بعد ذلك فالله سبحانه وتعالى قرن الخمر والميسر هنا قال الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون مرت معنا الآيات في شأن الجهاد وفي غيره في تحريض على الإنفاق والدعوة إليه لكن هذا الإنفاق لأي شيء هل الإنسان ينفق كل ما يملك أو يملك نصفه ينفق نصفه أو ربعه أو ماذا ينفق الله سبحانه وتعالى بيّن الضابط قال يسألونك ماذا ينفقون قل العفو العفو ما هو الزيادة يعني ما زاد عن حاجة الإنسان هذا هو الذي يمكن أن ينفق كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه بيّن لنا هذه الأحكام بيّن حكم الخمر والميسر وبيّن لنا طريقة الإنفاق منهج الإنفاق الصحيح أن الإنسان يعني يكون معتدلاً ينفق ما زاد على حاجته أنه لا يضر بمصالحه ولا بمصالح أهله وأولاده ومن تجب عليه نفقتهم الإنفاق الإنفاق ما زاد عن ذلك ما زاد عن ذلك وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة فقال يا رسول الله إن عندي دينارا قال أنفقه على نفسك قال عندي دينار آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي دينار قال أنفقه على قرابتك قال عندي دينار الرابع قال أنت أبصر به هذا زائد الحاجات الأساسية هي التي يجب أن يهتم لها الإنسان وهذا منهج يجب أن يتنبه له الناس بعض الناس يجحف بحق أهله ومن تجب عليه رعايتهم ويذهب يتباهى ويتفاخر ويزعم أنه ينفق في وجوه الخير أو في حاجات المجتمع لكنه بهذا يكون آثما لأنه أضر بالمصالح اللازمة له كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة يعني في شؤون الدنيا وفي شؤون الآخرة هذا هو الطريق الذي ينجي وهو الذي يساعد الإنسان على السير الصحيح أنه يتبع شرع الله سبحانه وتعالى في أمور دينه وأمور دنيا جاء سؤال ثاني أيضا وهذا ربما له علاقة بالإنفاق ويسألونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير اليتيم من هو؟ اليتيم هو الذي فقد أباه حال الصغر ومتى يزول اليتم يزول إذا بلغ اليتيم إذا وصل إلى حد البلوغ خلاص زال اليتم ولو لم نقل هذا أصبح الناس كلهم أيتاما لكن اليتم مرحلة معينة ينتهي بالبلوغ لأن الذي يبلغ أصبح راشدا قادرا على أن يقوم بشأن نفسه ولكن وردت آيات في كتاب الله الكريم تحذر وتشدد في أموال اليتامة إن الذين يأكلون أموال اليتامة ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وردت آيات عديدة فالصحابة الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام كان بعضهم عنده أيتام يكفلهم وهم مختلطون بأهلهم معه وأموالهم مع ماله وأكلهم مع أكله وأكل عياله فتحرجوا أن الصحابة هؤلاء كانوا يخشون على عاقبتهم ويرجون ما عند الله فأصبحوا يتحرزون كثيرا في مال اليتيم يصنعون له طعاما مستقلا وحاجاته كلها وحاجاته كلها لا يختلط بحاجاتهم وحاجات أولادهم فوقع حرج شديد على الناس فالله سبحانه وتعالى رفع هذا الحرج يسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح رفع الله الحرج عنهم لا بأس أنك تخالط اليتام وتجعله طعامه مع طعامك وسكنه مع سكنك وتجعله كأحد أسرتك هذا لا بأس به هذا هو المطلوب وهذا هو الذي ينتفع به اليتام لأنه لا يشعر بالبؤس ولا يشعر بفقد الأب حينئذ قال وإن تخالطوهم يقول إصلاح لهم خير المطلوب أنك تبتغي بكفالة اليتيم ورعاية ماله ما فيه الخير والصلاح له لكن في الأمور التي لا بد منها مخالطته والأكل معه ونحو ذلك لا بأس بذلك لكن المقصود الأعظم أن تهتم بإصلاحه وإصلاح ماله قال وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح الله سبحانه وتعالى مطلع الرقيب على أفعال العباد يعلم أن هذا الذي كفل اليتيم وخالطه في ماله وفي معيشته يريد الإصلاح وجبر خاطر اليتيم وإعانته أو يريد أكل ماله هذا كله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والله يعلم المفسد من المصلح المفسد الذي يريد أن يأكل مال اليتيم وأن يظلمه والمصلح الذي يريد الخير له ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد أنه أزال الحرج عنهم في مخالطة اليتامة أن يأكلوا معهم ويخالطوهم في مساكنهم في مآكلهم من غير جور عليهم ولا إجحاف بهم لو لم يكن ذلك لوقع العنة والحرج والمشقة على من يكفل اليتيم ولو شاء الله لعنتكم لكن الله رحمنا فأجاز لكافر اليتيم أن يخالطه إن الله عزيز حكيم الله عزيز هذا فيه ما يشعر الإنسان بقوة الله وقدرته وقهره أنك إذا ظلمت اليتيم فإن الله سبحانه وتعالى لن يفلتك من العقاب وحكيم في شرعه الله سبحانه وتعالى عندما شرع كفالة اليتيم وحظ عليها كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بأصبعي السباب والوسطى هذا يدل على عضم شأن كفالة اليتيم فالله سبحانه وتعالى من رحمته بيّن ذلك حكمته اقتضت ذلك ثم بعد ذلك جاءت آية تتعلق بنوع معين من أنواع الأنكحة ما جاءت تتحدث عن النكاح بصفة عامة جاءت تتحدث عن نكاح المشركات ولا تنكح المشركات حتى يؤمن الإنسان قد تميل نفسه للزواج بامرأة معينة لغرض من الأغراض التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها أغراض أربعة أغراض أربعة الناس الذين يسعون للزواج ينظرون إلى واحد من هذه الأمور إما أن تكون المرأة ذات مال فيطمعوا في مالها أو أن تكون ذات حسب يعني من أسر معروفة وفصيل معين أو أن تكون جميلة أو أن تكون ذات دين النبي عليه الصلاة والسلام قال أغفر بذات الدين تربت يداك لأن الدين هو عصام كل هذه الأمور لكن قد يقع نظر الإنسان وتتحرك رغبته وشهوته إلى نكاح امرأة غير مسلمة لجمالها مثلا أو لأمر آخر من أمور الدنيا طبعا هذه ليس فيها دين لكن رغب فيها لهذا الأمر جمالها أو لحسبها أو نحو ذلك أو لمالها فبعض الناس قد تميل نفسه إلى ذلك فالله سبحانه وتعالى بين للمؤمنين المنهج الصحيح الذي يجب أن يسير عليه في مسألة النكاح لا يجوز للمرء المسلم أن يعقد على امرأة مشركة كل الكفار هؤلاء مشركون كفار ومشركون حتى اليهود والنصارى لماذا اليهود والنصارى لأن الله سبحانه وتعالى قال عن اليهود قالت اليهود عزير ابن الله جعلوا معه ابنا وقالت النصارى المسيح ابن الله جعلوا لله ابنا فأشركوا معه وغيرا هؤلاء كلهم مشركون لكن الله سبحانه وتعالى أباح للمؤمنين نكاح 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 نساء أهل الكتاب المحصنات طبعا ليست زانيات ولا قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذ أخدام فأباح نكاح نساء أهل الكتاب لتقريبهم إلى الحق حتى لا يشعروا بأن الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وسار عليها تباعوا أن هذا دين لا عهد لهم به هم يعرفون الحق من كتبهم التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم فمن باب تأليف قلوبهم أباح الله للمسلمين نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم التي يذبحون وأما بقية الكفار فلا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم الله سبحانه وتعالى هنا بين مقارنة بين المرأة المشركة هذه الجميلة أو صاحبة المال والحسب وبين الأمة المسلمة الأمة الرقيق قد تكون غير جميلة قد تكون سوداء قد تكون شوهاء لكنها مسلم إيمانها في قلبها الله سبحانه وتعالى قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة أحسن وأفضل من هذه المشركة التي أعجبتكم ولو أعجبتكم حتى لو أعجبتكم هذه المشركة المؤمنة هذه الأمة وهذا من باب يعني ضرب الأقل للدلالة على يعني جواز الأكثر يعني إذا كانت الأمة المؤمنة أفضل من المشركة فمن باب أولى المؤمنة التي ليست أمها الحرة ولأمة مؤمنة هذا يقولون الدلالة بالأدنى على الأعلى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم طيب هذا بالنسبة لمن يريد الزواج لكن من يريد التزويج من عنده مولية ابنته أخته قريبته يريد أن يزوجها هو الذي يزوج الولي قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا جاءك خاطب مشرك مشرك جميع أنواع المشركين كلهم حتى اليهود والنصارى ولا تنكح المشركين يعني لا تزوجوهم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا هذه غاية إذا آمنوا إذا آمنوا حينئذ يجوز تزويجهم من النساء المسلمات ولا عبد مؤمن يعني لا أن تزوجوا عبدا مؤمنا خير من مشرك حتى ولو كان هذا المشرك عنده المال وعنده المنصب والجمال والحسب ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ما هو التعليل لماذا ما هي العلة لماذا يا ربنا نهيتنا عن هذا عن أن نتزوج المشركات أو أن نزوج المشركين قال أولئك يدعون إلى النار أولئك هؤلاء كفار مشركون يدعون إلى النار طريقتهم لا يدعون إلى الله ولا إلى توحيده ولا إلى طاعته ولا إلى عبادته سبيلهم هذا طاعة للشيطان سبيلهم هذا تحريف لدين الله سبيلهم هذا اتباع لشهوات أنفسهم أولئك يدعون إلى النعر والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه الله عندما يقول لكم العبد المؤمن خير من المشرك والأمة المؤمنة خير من المشرك هذا الله سبحانه وتعالى يدعوكم إلى ما يقربكم من محبته ومن مرضاته والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون هذا البيان من الله سبحانه وتعالى للناس حتى لا يضل حتى لا يقول إنسان زوج ابنته أو تزوج بمشرك وهو يقول أنا لا أعلم الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا بيّن لنا هذا وفصله في كتابه الكريم حتى لا نضل عن طريق الهدى في زمننا هذا هناك دعوات كثيرة تثار حول مسألة زواج المسلمة من غير المسلم ويقولون إن هذه أمور كانت في الماضي كأن الدين هذا كان لمن مضى وأما نحن الآن فهذا الدين لا يلزمنا يقولون هذه أمور مضت والآن تطور الزمن وأصبح أصبحت المرأة غير المسلمة متعلمة وتستطيع أن تتصرف في حياتها ومع أولادها وفي المجتمع تصرفاً قد لا يحسنه كثير من المسلمات فما الداعي ونحن كلنا بشر كلنا بني الإنسان لماذا تحرمون علينا أن نتزوج بالمشركات لماذا تحرمون علينا أن نزوج بناتنا لغير المسلمين كلام يقولون هو يدور كثيراً ويتبجح به من يتبجح عبر وسائل الإعلام وفوق المنابر ويشككون في آيات الله وفي أحكام الدين ويطعنون في العلماء الذين يبينون هذه الأحكام يكون هؤلاء شوهوا الدين هؤلاء ليس عندهم دليل الدين كله رحمة والدين كله عدالة والدين كله مساواة بين البشر لا فضل ويستدلون لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود لكن إلا بالتقوى النبي السلام قال إلا بالتقوى ولا يمكن أن تتحقق التقوى هذه في غير المسلم وهذه من الدعاوى الخبيثة التي تدار الآن وقد يقع فيها بعض من المسلمين الذين يتساهلون أو الذين لا يأبهون بحدود الله فيزوجون بناتهم بعض الناس قد تتمرد عليه بنته أو أخته وتتزوج بغير المسلم لكن هو لا يرضى المهم أنه هو لا يقبل ولا يسعى ولا يرضى وأن يعمل ما في وسعه لمنع مثل هذا الأمر أما إذا غلب على ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه ومن الخطر الأعظم الداهم الآن ما يتعرض له المسلمون المهاجرون الذين يعيشون في بلدان الكفر ويولد لهم أولاد في تلك المجتمعات وينشأون فيها هؤلاء تحكمهم شرائع البلدان التي يعيشون فيها ومن شرائع تلك البلدان أن الإبن أو البنت ليس لأحد عليه سلطان خاصة إذا كبر إذا كبر ليس لأحد عليه سلطان فتستطيع البنت مثلا أن تغير دينها أن تختار الدين الذي تريده تستطيع أن تسجن أباها أو أمها لأنها منعتها لأنها حاولت أن تصرفها عن رغبتها وهكذا فهذه من الخطورة الكبيرة ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا الذين يعيشون في تلك المجتمعات العون والعصمة وصلاح أبنائهم ونقول لهم إن عليهم أن يحرصوا على تربية أبنائهم وأن يعلموهم أحكام الإسلام وهم في الصغر وأن يستعينوا بإخوانهم في المراكز الإسلامية والمساجد القريبة منهم وفي جيرانهم بجيرانهم المسلمين لأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمهم في أولادهم وأن يحفظ لهم دينهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يهدينا سواء السبيل وأن يعيدنا من نزغات الشيطان الرجيم وأن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في ديارهم وأوطانهم في فلسطين وفي كل مكان من عدوهم اللهم أنصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد شكرا للمشاهدة